قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة تفاقدية إلى موقع إنشاء المدرسة الإعدادية الجديدة للبنات بمنطقة لبسيتين حيث اطلع الوزير على سير العمل في هذا المبنى واطمأن على استكمال كافة مرافقه بالتعاون مع وزارة الأشغال وأكد الوزير أن هذه المدرسة تعد ضمن عشر مدارس يتم إنشاؤها في إطار خطة برنامج عمل الحكومة لتعزيز البنية التعليمية الأساسية مشيدا بالدعم والمساندة التي تحظى بها الوزارة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله والتي تولي التعليم أهمية كبيرة مشيرا إلى أن الوزارة سوف تستلم تباعا عددا من المدارس خلال المرحلة القادمة وأوضح الوزير أن هذه المدرسة الجديدة تتميز بمواصفات عصرية متميزة من حيث تخطيطها الهندسي والمواد المستخدمة في إنشائها باعتبارها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة إلى جانب مراعاة مرافقها ومنشآتها الداخلية لمتطلبات برنامج تحسين أداء المدارس إضافة إلى التسهيلات اللازمة لقبول طلبة الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة وأضاف الوزير أن هذه المدرسة سوف تخدم العديد من المجمعات السكنية في منطقة لبستين مشيرا إلى أن الوزارة بصدد نقل 300 طالبة من مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات إلى هذه المدرسة بعد افتتاحها بما يتيح الفرصة للاستغناء عن عدد من الفصول المصنعة وينسجمع برنامج الوزارة في صيانة المدارس إذ سيتم الاستفادة من إعدادية لبستين للبنات الحالية بعد صيانتها بتحويلها إلى مدرسة إعدادية للبنين اليوم زرت مدرسة لبستين وهذه المدرسة إحدى المدارس التي ضمن برنامج عمل الحكومة نتوقع إن شاء الله هي وعدة من المدارس يتم استلامها مع بداية العام الدراسي القادم قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الأشغال بعمل هذه المدرسة وفق مواصفات الحديثة التي تجمع بين سهولة الدخول للمدرسة وسهولة الإشراف أيضا على داخل المدرسة وأيضا الخدمات الكبيرة التي ممكن أن تقدمها من حيث التعليم الإلكتروني وأيضا من حيث الصلاة المتعددة توجد أيضا صالة متعددة الأقراط وصالة أيضا خاصة بالألعاب الرياضية وفق المقاسات العالمية كما أن المدرسة تضم فصول عديدة وأثاث متطور وكذلك مختبرات متطورة وتؤدي بإذن الله تعالى لتوفير خدمة تعليمية متطورة البنطقة كما أنها أيضا تعزز من سياسة وزارة التربية والتعليم في دم جذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تم مراعاة متطلباتهم ونأمل إن شاء الله تعالى أن تكون هذه المدرسة وغيرها من المدارس التي جاءت بضم بنامج عمل الحكومة أن تعزز التعليم في مملكة